بدوره أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستعمل على تقليص العجز الاقتصادي وأوضح بايدن أن خطته بشأن الاقتصاد سوف تتضمن أيضا تخفيض الضرائب على شرائح قليلة الدخل وكان بايدن أعلن في وقت سابق أن إدارته تعمل بلا كلل لفتح الأبواب أمام رواد الأعمال لتنشيط الاقتصاد متاهما الجمهوريين باتباع نهج مختلف بزيادة الضرائب على أكثر من 6 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة شكرا